انت راجل مدرب امتى يتحكي مع المدرب يعني امتى نقول بقى ايه النهاردة نقدر نحكم على الكافة نهاب جلل بعد قد ايه بعد فترة قد ايه بعد كم مباراة عشان يبقى كلامنا ممطقي والناس كمان تقدر الراجل عشان الناس بتتصور ان المدرب بيجي يعمل كده فيغير كل حاجة ويخليها حلو لا مش سهلة طبعا بص اقولك على حاجة اي مدرب في العالم محتاج وقته لما نيجي نقيس التجارب الكبيرة في العندية الكبيرة الاوروبية هتلاقي مثلا انشستر سيتي لما جاب بيب جورديولا من اعظم مدربين العالم اول سنة خد كان صح اول سنة كان وحش جدا سابع تاني سنة خد دوري تالت سنة خد دوري رابع سنة خسر الدوري خامس سنة خد دوري يورجن كلوب ماضى سبع سنين ماشي اول سنة وتاني سنة مخدش يا حاجة تالت سنة بدأ ياخد كل البطولات بما فيهم الشام ديهم بيبقى فيهم دوري لا انا ممكن اضيف لك مثل كمان عشان بقوله كل يوم بس عابي حابي بقوله النهاردة ديدي شامب المدير الفني المنتخب فرنسا راجل ده جيه 2012 فرنسا يعني من 10 سنين لعب كسر عالم 2014 عمل نتائج سيئة جدا مفهود يمشي بقى لعب اليورو 2016 وصل الفاينال وخسر على ملعبه مفهود يمشي ده فرنسا وخسر النهائي قدام البرتغال كمان يعني مش ايطاليا ولا اسبانيا ولا ألمانيا لحد ما كسب كسر عالم 2018 وكل حاجة بس راجل عمال يبني لحد ما كسب كسر عالم هو مين اللي ماسك التاليا دلوقتي منشيني منشيني صحب مش لسه خارجين من كسر عالم حسرنين في البلد الجلد وصقر البطولة بتاع السوبر بتاع امريكا الجنوبية وأوروب مثلا مكمل مع الناس وشغالوا الدنيا حلوة وبيبني وهيبني هو ده النجاح معه هنا للأسف احنا بنتعامل بالقطعة هنا في مصر فكر الناس ان بتتعامل بالقطعة انت ما ينفعش اتعامل بالقطعة ادي مدرب سنتين ثلاثة وحزبه عشان خاطر لما يجي افشل ما يقدرش حتى يفتح بقه يقولك انا فشلت انا فشلت ان انا ابني انا فشلت ان انا انجح عشان انما هنا انت بتجيب مدرب لازم من اول سنة ياخد بطولة لازم من اول سنة يكسرلك الدنيا لازم من اول سنة يعملك فيها هو اللي معاه العصاص السحرية اللي يعمل كده هيخلي الدنيا تطلع شرار والدنيا ساحر اللي هو الساحر الناس بتعامل مع الكورة برضو احيانا انه بلاي ستيشن انت معاك العيبة في الملعب فانت هتقعد تحركهم زي ما انت عايز لازم ياخد وقته ولازم ياخد مدته وده الظلم للمدرب انا باعتبارها كده وبقولها كده فيه ظلم بيقع على كل المدربين اللي بيشتغلوا في مصر الا الادارات اللي فعلا محترمة بتدي للمدرب سنة واثنين وثلاثة خد فرصتك كاملة وتعالي حاسب خد فرصتك كاملة وتعالي حاسب بقى حاسبك زائد ان انا كمان قص المشكلة كمان ان انت نوعية اللعيبة اللي في مصر محتاج وقت كبير جدا عشان يحفظ حتى لما احنا بنتكلم في الباص اللي هو البدايات انت راجل كمدرب بتيجي تقول اللعيبة مثلا احنا هنشتغل بتاك تكس معين واحد اتنين تراتة اربعة هتلاقي اول مباراة ما بيعملوش كويس تاني مباراة بيتحسن فيه ستين سبعين في المية تلات مباراة بقى تمانين في المية رابعة مباراة ممكن يوصل للمية في المية مش هيوصل كمان للمية في المية اللي انت عايز هيوصل اه هيوصل مثلا تسعين في المية يبقى دا انجاز كمان ويبقى اعظم حاجة انت وصلت لا الموضوع صعب جدا الموضوع الناس مش فهمة اني اني لما يجي يا جماعة دا دا يورجين كلوب اللي هو يعني يعني ها هو مدارف في العالم مع بيب جورجيو دلوقتي خد سبع سنين في ليفربورد عشان خطر يوصل للمستوى اللي هو فيه دلوقتي وقعد يبني قد ايه وسبوله وقالوله خد الفرقة بفلوس النادي اعمل اللي انت عايزو هات اللعيبة وهات 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 وبقى نعنا تلات سنين ما بياخدش حاجة تلات سنين كان مفروض دا بقى يروح يعلقوا على باب زولة زي ايه مشو مشو كان سعيد للهاتي ما كانوش ما كانوش داؤه الانجازات العظيمة اللي بيعملها للهاتي